تعرفنا في مثال اشترك على كيفية الماكرو وسوف نقرأ في هذا المثال كيفية تجربة الماكرو الذي نقرأ بإمسائه في الأسابق في أدوى الطرق ولتجربة الماكرو نضغط دات الأسابق التي تنفيذ الماكرو بها ثم نفتح القائمة المسجلة توقف ونفتح القائمة أسرائي الماكرو ونختار ماكرو أو نضغط على تجربة الماكرو ونفتح القائمة من لوحة المسجلة فيظهر الماكرو الحباري معكرو فنقوم باختيار الماكرو الذي نريد تجربه ثم نضغط على تجربة الماكرو فنقرأ تشغيل الماكرو حيث نرى أنه تم إدراج اسم الماكرو داخلها في خلية وإدراج عنوان الماكرو في الخلية التي تليها كيف نرى يمكننا أيضا تجربة الماكرو بالسفل المفاتيح الأختيار التي يحددها عند إنساء الماكرو وهي المفاتيح والأهل نضغط بسردات الأرخال التي نريدها فنضغط على مفاتيح أسرار كونتر وإي من لوحة المفاتيح فيظهر التنفيذ الماكرو ويجعلنا تزغيل الماكرو عن طريق إشتغيل ما يسمى بـ Command Button وإنساء Command Button لتزغيل الماكرو وإنساء القائمة المفاتيح وإنساء أسرار كالسمعي ثم نفتح لوحة أسرارات Command ونفتح نقرأ من أوقات Category ثم نضغط محب للمفتاح وإنساء أسرار من أشرف التنفيذ المفتوح في الأبرنامج وليكون الشريط Standard ثم نضغط محب للمفتاح ونختار أسرار الماكرو فنضغط المربع أسرار أسرار مكرو فنضغط الماكرو الذي يجري التزغيله عندما نضغط على هذا المفتاح ثم نضغط OK وإذا أردنا أنه يمكننا تشكل الشكل المفتاح وإلى الشكل الذي نريده نضغط محب للمفتاح ثم اختيار الأسرار الذي نريده قائمة الفرعيح change button سيتم تشغيل شكل المفتاح والأهل نضغط محب لإغلاق المربع الحواري ولتسغيل الماكرو بالتخدام الأمر نضغط الأسرار 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 ثم نضغط محب للمفتاح سيتم تنفيذ الماكرو كما نرى وكما نقرنا شادقا أن نمكننا تنفيذ الماكرو داخل أي ملف عمل الأسرار ونضغط لأننا قم بحفظ هذا الملف داخل الملف ونقوم بحفظ ونقوم بحفظ الملف العمل ولتأكد من أن هذا الماكرو وفيعمل في الماكرو الأخرى ننتقل إلى ملف عمل أخر ثم نضغط داخل الأسرار الأسرار ونريد تنفيذ الماكرو بها ثم نضغط على مفاتيها سيستم تنفيذ ألمانيكرا ثم نضغط على مفاتيها ثم نضغط على مفتاح ثم نضغط على مفاتيها سيستم تنفيذ الماكرو كما نرى اذا قم بحفظ